السلام عليكم لكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد المهوني محمد أنا عندي بس سؤال لأبو عائشة أبو عائشة أنت في في صفحتك مكتوب عائشة قسيمة الجنة والنار من أين هذا المصدر تفضل أبو عائشة رسمة السؤال أبو عائشة في صفحتك في صفحتك كاتب عائشة رضي الله عنها قسيمة الجنة والنار من أين هذا الكلام هذا في البخاري في البخاري رحمة الله يا علي نعم عندما أرسلوا فاطمة أولا إلى النبي على الصلاة والسلام في قضية يطلبنا العدل في بنت أبي قحاف رضي الله وعنها وعنها يعني في قضية الميل القلبي فالنبي على الصلاة والسلام قال يا فاطمة أنا تحبين ما يحب أبوكي قالت نعم قال فأحبي هذه وأشار إلى الصديقة بنت الصديق رضي الله وعلا فذهبت فاطمة وقالت رفكتموني والنبي يعني تغير حاله ثم قالوا رجعي مرة ثانية قالت والله لا أعود فذهبت فذهبت أم سلمة بنفسها لأن هناك حزبين مع أم سلمة وحزب آخر مع أم من عائشة على كل حال فذهبت أم سلمة بنفسها قالت يا رسول الله حزبين حزبين شنو موجود حزبين فقالت في البخاري في البخاري هذه لا لا حتى ما سمعت حزبين تقصد حزب حزب مع عائشة الله وعانا وحزب مع أم سلمة ومنه من الصح منه الغلط بداني الحزبين من الصح ومن الخطأ شنو قضية عائشة حزب معركة جمل شنو القضية والله مدى أفتي أكمل أكمل أبو عائشة أكمل كمل سلك 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 قضع لا أعرف لحظة لحظة أبو عائشة سلك تسمعني لا تلعب أبو عائشة فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة رضي الله عن عائشة قالت يا رسول الله أستغفر الله من أذيتك هذا الحديث نستخرج منه أن أذية عائشة رضي الله وعنه أذية رسول الله ومن يؤذي رسول الله يؤذي الله ومن آذ الله مصيره جهنم ومن أحب عائشة أحب رسول الله ومن أحب رسول الله أحب الله ومن يحب الله معانه الجنة هي قسيمة الجنة والنقصة زين علي بن أبي طالب عليه لحظة لحظة علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال لا يحبوني إلا مؤمن ولا يبغضوني إلا منافق والمنافق في الدرك الأسفل والمؤمن في الجنة إذن علي علي سام قسيم الجنة والنار تقبل؟ لا لا ما نقبل لماذا لأن من أحب علي وأبغض أبو بكر مآله جهنم ومن أحب علي وأبغض عائشة رضي الله عنها مآله جهنم انتهى الموضوع ومن أبغض فاطمة ما قد أبغض النبي يلا ومن آذى فاطمة آذى النبي ومن آذى النبي آذى الله يعني فاطمة قسم الجنة والنار صح؟ ومن أبغض فاطمة ومن آذى فاطمة فقد آذى الله وما آله جهنم فأبو بكر في جهنم وبئس المصير على قولك لا والله والله العظيم هو هذا هذا شو أنت لبسته أبو بكر في جهنم أبو عاشة عمر بن خطاب صادق أم كاذب؟ هذا هذا يا أبو عاشة فاطمة أغضبها وماتت وهي واجدة على أبي بكر فأبو بكر في جهنم هذا في البخاري في البخاري في البخاري في البخاري نعم في البخاري وأنا بيلك ماذا حديد البخاري هي غضبت ماذا توي واجدة عليه أبو بكر الجهنم سيدة الله وكيلك لا يروح منا ولا منا هذا غضب فاطمة غضب الله الوحيدة اللي قالها غضب الله تبارك وتعالى وخصها فاطمة فأبو بكر في جهنم وبئس المصير لأنه أغضب فاطمة هذا في كتبكم يا شيخ بعاشة عمر بن الخطاب صادق أم كاذب صادق صادق جيد شوف هذا صحيح مسلم عسري 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 تلقفها يا أبو عاشة جدتك هذا صحيح مسلم أمامكم أخواني عشي عشي يقول الذي يؤذي النبي إلى النار تفضل هذا يقول لما اعتزل النبي صلى الله عليه والنساء قال دخلت المسجد عمر فإذا الناس ينكتون بالحصة يقولوا انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه وذلك قبل أن يمرنا بالحجاب فقال عمر فقلت لا أعلمنا ذلك اليوم قال فدخلت على عاشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أعضل 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 مين تذي مين عاشة أذي النبي صلى الله عليه يعني الله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله يعني عاش ملعونه مبسفها حتى بالمغافير قالتها كذبة عدي شو اسم الكتاب مسلم مسلم سني 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 نعم سني سني مو بس آلته آلته وشتمت حفصة شتمتها فقالت يا ابن الخطاب عليك بعيبتك عيبة عندك عيبة أنت قص عيبة عندك عيبة عيبة مخليها عندنا هنا بالبيت وهي حفصة الله فدخ فضل شيخ محمد عفوا شيخ محمد كرم مؤذية مؤذية تؤذر الله ورسوله هذا في المسلم شو سكت يا أبو عايشة معاك لو سمحني أرد ممكن أرد أنا بس بس لحظة الشيخ محمد دورة دورة شيخ محمد يلا شيخنا محمد لو سمح لي قبل أن ننتقل لموضوع آخر حدي صغير سمح لي بعد إذنك الله يحفظك شيخ محمد كريم هنا أيضا ابن حجر ابن حجر العسكراني فتح الباري الجزء التاسع سفحة 222 يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وفاطمة وقد جرى بينهما كلام يا أختي عائشة أختي أختي لندا سيدي قل عائشة مؤذية وانت عن عائشة غير مؤذية أنا لدخلت الآن في وحدة مؤذية لله والنبي هذا في مساحة مسلم أيضا أيضا يدعم يقول ما أنت بمنتهية يا حميرة عن ابنتي لأن عائشة كانت لا تؤذي فقط النبي محمد تؤذي النبي محمد الإمام علي السيدة الزهراء سلام الله عليها وهذا الحديث يثبت أن عائشة كانت تؤذي السيدة يا فاطمة الزهراء فقال النبي محمد ما أنت بمنتهية يا حميرة عن ابنتي يعني ما تركت أحد عائشة إلا وأذات الرواية ضعيفة لا تصح لا يسف بضعيفة لا يسف بضعيفة والله ضعيفة والله ضعيفة يلا ضعيفة والله ضعيفة لا تصح ضعيفها لا نقبل لا نقبل لحظة لحظة قبل أن ترد خلي الشيخ محمد يتكلم وحضرنا التضعيف بس يعني سيدنا هذا في مسلم اللي قرأته يحجينا فيه صحيح مسلم هذا مسلم السني سني صاحب مسلم مسلم ابن الحكاج الخشير النيسابوري سني سني يعني سنة يقولون أن عائشة تؤذي الله هو الرسول فيملعونه شن نعم حج نعم شيخ محمد شيخ محمد يا طين مجال سيدنا بس تؤذي حجي تحتال عليه في صحيح مسلم أما والله وفي البخاري لنحتالن له السؤال الاحتيال أذية أم ليس بأذية لا تدلس تحتال له شون شون أبو عاشر لا تدلس لنحتالن له تحتال له مو عليه شنو معناها نحتال له ماذا فعلنا يعني سيدنا أنا فهمك لا أبو عاشر خلانا نرد عنك لحظة أنا يجيكم سيدنا سيدنا بس لحبا سيدنا مثلا أنت الآن أنت الآن الرئيس أنت الآن الرئيس أنا أحتال عليك يعني ألعب عليك وسوي احتيال هذا واحد أما مثلا جئلك حشقد لك رئيس عصابة يعني أحتال لك يعني أنت رئيس العصابة وأنا جيبلك نحتال كل إحنا محتالين يعني أنا معاونك على الاحتيال افتهمت فرق بين أن تحتال له يعني هو رئيس العصابة وهي عصابتشية أو نحتال عليه فالاحتيال ما وقع وحبات يوسف حجي وعد نفس الشيء احتالا على يوسف يا خل خل كم من جمهور وظيفتي يا خب عائشة جمهور جمهور يريد يفهم شيخنا شيخنا اسمه أبو عائشة شيخنا يا بذي طيني مجال أبو عائشة طيني مجال نحو سيدنا شون بلو لي سيدنا إخواني مثلا هاي أفراد العصابة وهذا الشاهد رئيس العصابة هذا الشاهد رئيس العصابة فلما واحد يعني يحتال عليه يحتال على أفراد لكن لما هاي تحتال للرئيس يعني كل العصابة يعني هو الرئيس صار مستفاد نحتال له يعني مثلا شنو راحوا سرقوا البنك المن وجابوا للرئيس فاحتالوا فسرقوا فاحتالوا له يا سيدتي ما تحرف سيدنا يراد تعتزل هي هاي هي هاي رحمة الله ديك اعتزل الآن هذا بالرواية النبي صلى الله عليه وآله يقول لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وآله نساءه اعتزلهم نفس الرواية هذا اللي آذت بها آذت النبي يقول عمر ليش طيب اعتزلهم لماذا اعتزلهم هل آذينه أم لم يؤذينه اعتزلهم كلهم شالع قلع ها حصلت منهم نأذية أم لم تحصل منهم نأذية سيدنا الله يبارك يعني هاي موجودة يا بوس خل اشوف هاي كتاب هذا كتاب سني هذا صحيح مسلم مسلم سني هذا ايه سني يا باب عاش سعب عاش انا ادري اللي يعتزل مثلا كبر ما يقدر يلعب طوبة يعتزل النبي كبر ويعتزل نساء يعني معهم لا لا حج لا آذين النبي والله آذينه آذينه فاعتزل النساء في الغرفة العلية اعتزل لكل أبد ولا وحدك يا باب مبي دور شيخ محمد والله قالت الدور عليه يا باب عاش بس خلي تكلم الشيخ مو الشيخ طه تدور والله تعبت عصابت الله أبالغ بك أن تؤذي رسول الله أول قلان هناك فرق بين أذية متعمدة وأذية غير متعمدة آه أذية من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مع رسول الله هذه من الأذية الغير متعمدة ولهذا الله لا يؤاخذهم ولا يعاقبهم ولا يعاقبهم لأن الأذية التي تحصل منهم غير متعمدة شلون نعرف أبو عاشة شلون نعرف إنو هاي أذية متعمدة إنو الذين يهدون الله ورسول لا تشملهم شلون نعرف ولا تشمل عائشة ولا حفظ أبو عاشة أبو عاشة بس خلي خلي بس هاي هاي النقطة طلبتك طلبتك عشر ثواني عشر ثواني عشر ثواني طلبتك عشر ثواني أخونا مثلا نقول هاي أذية متعمدة مثلا واحد سوى إعاقة المسي ضربة جزاء متعمدة واحد مو متعمدة شلون نعرف إنو عائشة ارتكبت متعمدة واتكبت غير متعمدة شلون نعرف لأن هذه خضية دودية تدخلها الغاية والنبي قد اعتقد بالعلم والله عنها وقال يعني هي عائشة شيخنا شيخنا حبيب يعني هي عائشة تقولها تقولها الهاي تقولها الهاي تقولها ما أصبت الخير لما تقولها إنو إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك هاي ضربة جزاء ولا مضربة جزاء هي هذه من قبيلة الغير الزودية ولا تؤخذ فيها من عاشد الله عنها أولا شف شف العلماء فرقوا بين الأذية المتعمدة والأذية غير المتعمدة فما يحصل من أم المنع عاشد الله عنها مع زوجها وحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من قبيلة الأذية المتعمدة وإنما هي من قبيلة الأذية الغير متعمدة وهذه قضايا زوجية فلا تؤخذ عليها أما الأذية المتعمدة أما الأذية المتعمدة فإن الإنسان إذا آذى رسول الله متعمدا نعم هذا يؤخذ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر هذه الآية لا تنطبق على عائشة رضي الله عنها طيب خلي الشيخ محمد يتكلم دقيقة حاج وعد إذا كانت الأذية غير متعمدة ينزل الله سبحانه وتعالى فيها آيات والله سبحانه وتعالى ينزل آيات في مسائل زوجية كما تتحدث أمس أستاذي الكريم اسمع الله سبحانه وتعالى ماذا قال فيهن عائشة وحد صفنين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجي حديثا فلما نبأت به هذا عتاب عتاب وليس حقام هذا عتاب رقيق أحترم كلام الله يا مسلم يا مسلم احترم كلام الله رجاح نعم عتاب رقيق من الله عز وجل يعتب عتاب رقيق خليني أخمل الآية يا شيطان خليني أخمل الآية استعد بالله من الشيطان الذي يعتريك أعوض بالله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرفا بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير نبأني نبأني نبأ خلق نبأني إن تتوبى إلى الله فقد سغط قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن صلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا وما أبدله وما أبدله وما أبدله بقينا معه عابدات سائحات سيبات وأبقار تدقى الله مولانا العظيم حشرك الله في جهنم وبأسر المصير لأنك شيطان الرجيم والله العظيم فضل الشيخ يسرأ آياتنا القرآن وأنت تقاطع يعني شوي أدب على الأقل مع كلام الله سبحانه وتعالى هنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى فقد سغط قلوبكما ما معنى سغط زاغت ومالت عن الحق لم تظل ولم تظل لأنهن رجعنا إلى الله وأبلنا الطاعات والصالحات وألمنا إليه وهذا عتاب من الله لهما وليس فيه مؤحدة ولا عقاب والدليل أنهن لبقين مع رسول الله زوجات له في الدنيا وزوجات له في الآخرة يعني المداخلات نقولها حتى أربع دقائق يا بمتدى الضربي بالعظم شون ما يداخل أنت دا تقاطعي تقطيع يحترم يحترم أنت يا لندة يا أختنا هو عند عائشة هاي اللوزة أنت دا تقصين اللوزة طبعا يبقبخ هذا اللي لازم يبقبخ ودا تقصين اللوزة فهو يظل يبقبخ شه زويلا نعم هنا أستاذي الكريم يبقبخ شنو أذبت لي أولا صغط قلوبكما أيضا والله بعد شي ثاني نقطة يا أبو عائشة كما أنزل الله سبحانه وتعالى آياتا كريمة تذمهم وتتهمهم بأنهم زاغوا مالوا ما في ولا آية تذمهم أبدا ما في آية تذمهم أبدا اعطيني 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 ما أنزل فينا قرآنا يعني قرآنا يذبنا بل كل ما نجرم القرآن هو مدخ وزناه لآل أبي بكر أبا مقاوي باقبخ ممكن تلكم يلا رجاء خليني أكمل مداخل أبو عاش رحم الوالديك رحم الوالديك خلت اكمل الله يرحم والديك مو ماذا أقدر أجير عجاله رسول الله. يا رجال الكبأ. الله خفصت الله خفصت. الله خفصت. يا شيخ ابو عديم. بقينا معه وفي دمتي حتى ماته. احسنت احسنت عائشة. بقينا معه. خلاص موحة انتهت انتهت. بين بعضكم. يلا خليني اكمل مداخلة يرحم ورديكم. زين. سؤال. سؤال. فوق 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 فوق. سؤال. 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 ابو عاشة و ابو عاشة. ابو عاشة ما تسوي ميوتان ماذا عندك بس اذا شوف هاي البقبقة عندك. اي عندك. يا با تلعب بوايرة. شوف الواير حركة سويه. اي زبحتني. ابو عاشة. شيخنا الكريم انت وشيخ ابو اديب. ايه ابو اديب. الان اذا المرأة زينة ما يطلقها الرجل. وممكن مو زينة المرأة. والرجل يصبر شيء يقول ان الله مع الصابرين. لكن اذا طلقها معناها المرأة مو زينة. ما هي كويسة. اتفقنا. ولذلك انتما قلتما. ليس بالضرب ليس بالضرب. احسن. احسن. ولذلك انتما قلتما انه النبي لم يفارق زوجاته. صح ولا لا احسن. انتما قلت من الشغلة الصير علمية وتفكيك العبادة. الان سؤالي. لما النبي طلق حفصة. وبعدين رجحها. من طلقها صارت مو زينة شنو سوت. ومن صارت زينة شنو سوت. روحوا تعال فضل. دورنا ولا دور الشيخ محمد. عندي سؤال لي انا سانزل. اه ابو عائشة استاذ الكريم. تما انزل الله سبحانه وتعالى. انا ماضر عندي شحن. رح اصعد من هاتف الاخر. انا رح انزل ماضر عندي شحن. اذا طلبت قسمة الصعد لي. مشانا اعطيها التلمود الله. انا حاجب لك يا ابشري والله ابش وشوفي مين عقائدك مين اخدتها. انا متأكدة من عقائد. الرجعة والبداء. والبداء. والعصلى. وعندك بكتبك. كلها كلها رحاجب لك. جين خليتكلم الشيخ محمد. الله العظيم اخرنا. اختي لندة بس خليتكلم الشيخ. سؤال وسانزل ان شاء الله. ابو عائشة كما انزل الله سبحانه وتعالى. ايات في القرآن الكريم. تضم عائشة وحفظة. واتهمهم بان قلوبهم قد ثغت. وزاغت ومالت عن الحق. وايضا هددهن بالطلاق. الى اخره. اعطني ايات. لا اقبل انا عطيتك ايات تعطيك. تعطيني ايات. تعطيني ايات تبرئهن من ما ذكر. هذا هو سؤال. شيخ محمد. اتفضل شيخ محمد. لا تقاطعوا والله. رحمة الله. قبل المداخلة نبي الله نوح ونبي الله نوح لم يطلق زوجاتكم. حسنت. حسنت. حسنت تواجدت. هاي بالوريد. خلص انتهت مداخلتك. هاي كم رجل. رح اذكر هالحديث بس قبل ان اذكر الحديث رح اذكر المصادر. الترمذي 3713 النسائي. صفحة 13 على 1716. ابن حبان 223. احمد بن حنبل 829. هذه بعض المصادر. شنو الحديث؟ الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انزعج من كلام بعض الصحابة وبعض زوجاته على امير المؤمنين سلام الله عليه فماذا قال يا ابو عائشة؟ ما تريدون من علي. ان علي مني وانا من. نفس حديث حسين مني وانا من حسين. هذا ضعيف لا يصح. هذا حديث ضعيف لا يصح. صحيح وقد ذكره صحيح وذكره الالبان صحيح والنسائي والترمذي وبن حبان لا يصح صححه الحاكم ووفقه الذهب يعني في ذاكرتي وصححه الالباني لا توقعوا للحديث الالباني قال عنه صحيح تريد ان تغطي الشمس بمن خل هذه مشكلتك هذه آفتك هذه معضلتك هذه مصيبتك ولكن نحن نتكلم بالمصادر من كتبك ولا نتكلم بمصادرنا وهذا حديث وهذا من كتبي وانا اعرف الحديث الضعيف من الصحابة لا تقصد اولا هذه دقيقة دقيقة فيها ابو بلد الرواية هذه فيها ابو بلد ويوم الثلاثة ويوم الثلاثة ويوم الثلاثة لا سندان ولا متنة فالصادر والصادر التي تنسب ما ذكرت وما تلفق وما تثبت على النبي وعلى أمير المؤمنين سلامه الله عليه انا عندي بس هذا الحديث هذا الحديث الان سوف اذكره وان شاء الله غدا غدا ان شاء الله وبعد غد اليوم الاثنين والثلاثة انا ما عقب ما طرحت من أفكار ومن شبوات وسوف اطلها لكن انا عندي بها المداخلة بذلك بالحديث هذا الحديث طبعا ذكرت المصادر هو واحد منهم احمد بن حنبل النسائد ترمذي ابن حبان وتقول كله ضعيف على فكرة انت تقول حتى ضربة الامير حتى ضربة الامير لعمر ابن عبدود هذه غير صحيحة ابن تيمية في مجموع الفتاوى ابن تيمية اللي انت تقول اذا قال احمر انا اقول اي نعم احمر اذا كان اللون اسود فهذا امامك ونبيك وربك ابن تيمية ماذا يقول يقول الذي تعبده في صفحة 28 على 464 حيث وعلي قتل عمر ابن حبدود او عمر ابن حبدود لكن نقول ضربته انا خيرا من كذلك ضربته في حديث مصادر ابدا لا تصح هذه المصادر ضربته علي تعادل عبادة هذا من حديث الشيعة هذا من حديث الراحة خرج الايمان كله الى الشركة يكفيك يكفيك رواها الشيخ محمد قرم الحجوعة رويتها وبلغت القلوب الحناجر وظنيتم بالله كان مصدر الطمعينة ومصدر الامر وقالنتم بالله الظنول لا 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 ضربت علي لا تصح ضربت علي لا تصح وضربت علي وماله خديجة واشهد كلمات لا اله لله علي بنو ابي طالب عطني واحد بشجاعته اخي عطني واحد بشجاعته انا حاضر اتنسلك عن علي افو بكر أفوهد اللهعي انا حاضر اتنسلك عن خالق وليد اتنسلك اهل اعمر ابن عاص اي حالة صحابة الدعية من وقال الشاعر أفي كل يوم لكم سوءة تحت العجاجة بادية يغض عنها علي طرفه ويضحك منها في الخلاءة معاوية بصر بن أرطاط وعمر بن العاص الاثنان خرطوا سراويلهم أمام علي من أبي طالب كشفوا سوءتهم يقول عمر بن العاص الجامع من علي من أبي طالب لا حول ولا قوت الله بالله يعني التبع عاش هذا اللي ينزع الباسة هذا أجدع من علي بن أبي طالب تقول وين تروح من الله أخونا أخونا السيد نحرة والله أنا تعبت سألها أربعين دقيقة على الخط وأنا استحيت منه تفضل أخونا من المغرب أظن أو السلام عليكم وإحمد الله سامحني والله يا أخي ضغط بالاتصال سمح 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 السلام عليكم وإحمد الله السلام عليكم وإحمد الله وإحمد الله السلام عليكم وإحمد الله